السلام عليكم البنات الأمهات والمتتبعات أتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير ويجبكم الفيديو في أحسن أحوال يوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد طلبية اللي وجدتها للصديقة ديالي ديال الحلوة الدوازاتي للساهلين وكي يأتي ورائعين البنات اقتصاديين هكا القوتي ولا الدوازاتي وحتى اللي كتبغي تخضم الكوموندو كي يكون هكا الطلب عندها على هاد الحلوة هادو انشارك معاك هاد جوج حلوة هشاج ومكوناتهم جد بسيطة هنا يوجد شكالات شكل اللي ولي بالكوك اللي كي يجي هكا بحل غريبة مشققة بالكوك والشكل الثاني اللي كي يجي بكوكو واحد المادقة رائع مكونات اللي كتعطيها مادقة لديد وشكلاة كانت من اقتراحة اليوماتنا الاعجاب ديالكم لا تبخلوش عليها البنات باللايكات الفيديو بارتاجه مع الاصديقاء بشتعمل فائدة ان شاء الله هنا سنأخذ 125 جرام الزبدة نص رابعة رابعة ديال مارغارين هنديرو غير نص ديالها وغندير معها كاس ديال سكار سانيدة ديما العبار بالكاس ديال العنبة هنديرو قبيسة الملحة تقريبا غير 4 ديال مع القاس صغيرة ساشي ديال الفاني تقدرو تعودوا ساشي ديال الفاني بقشرة ديال حامدة تال حامدة كيتواتى المادقة دياله مع هاد الحليوة هادي سافي هنا ايا غنخدموذيك الزبدة مزيان مزيان هنحاولو ندخلو سكار كامل في الزبدة سوف تكون قاسحة شوية في الخدمة بالخصص في الجو لكان شوية بارد هنا اللي ما بغتش تدير زبدة مارغارين تقدر تدير زبدة ديال البواطة اللي بغتش سافي هنا غنخدم كنبقى ندخل ديال الزبدة هاكايف سكار حتى كتوليني نفح البوماد ما كيبقاش يبانقاع سكار هادي المرحلة اللي كتبغي شوية الخدمة فالحلوة من بعد رما كتبغي شوية نهائين كتتجمعوا دقيقية بالصباح ديال يدين هنا يلبنات زبدة نصف كاس ديال الزيت في حالة إلا استعملتوا الزبدة ديال اللعبار ولا الزبدة ديال البواطة ديروا غير ربع كاس مهم لأن الزبدة البواطة واللعبار كتكون مئة دماء ماشي بحال هاد مارغارين كنكتروا لشوية كيمية زيت مهم أنا درت غير نصرابعة درت معها نصف كاس ديال الزيت إلا درتوا زبدة العبار ديروا غير ربع كاس ولا بلا متديروا غاعة ما تحتاجوا إلا درتوا زبدة العبار هنا يا لبنات زيت مع القصغيرة ديال النكهة ديال البورتوقال ديروا نكهة الحامض وللبرتوقال ولحكوا قشرة حامضة ولقشرة ليمونة اللي توفر ليكم كتعطي ماذا قزوين لهذه الحلوة هنا يا لبنات عبرت كاس ديال الكوك هنا في هذه الحلوة بالضبط داروا يا لبنات تأخذوا داك الكوك لمية دم اللي هكا باش تعرفوهم اللي كتشدوا شوية بيدكم وكتوركوا عليه يصبحكم كيت زيتو هادا كوا الكوك لم يتدم اللي كيعطي ماذا قزوين في الحلوة وكتجيزوين اكين واحد الكوك اللي كيكون نرقيق مطحون مزيان ومليك تقيسوها بحل الطحين ما كيتيددموش لكم يدكم هادا كراه مزوينش حاولوا في الحلوة تركزو على الكوك هنا البنات رادرت جوش كيسان ديال الكوك جوش كيسان تلك الكوك انا را نسيت البيض راني كان خلطوا جوش بيضات راه وما كتشوفهم قدامي هادا نسيان والله العادي ما عرفش وش كل شي ولا في حلوة انا بعضها ركنين شي حويش كنساهم وما كانت تعجف راسي واحد النسيان الله يستروا وصفي ولينا مع الضغط وضغط ديال الحياة بصفة عامة والله العادي ملينا كنسوهنا را بديت كندير فطحين عادة تفكرت راه هادا جوش بيضات قدامي وراهوما قدامي ايه واش نديرو هنا يرى عادة استوعبت ان البيض ما درتوش فما عندي ما ندير عادة درتهم ولكن رجلت نتيجة زوينة مكين تشي تغيير سافي هنا يا البنات الوقيتها من اللي تخلطوا الزبدة والزيت ديروا البيض ديروا جوش ديال البيضات عادة باش ضيفه الكوك وضيفه الطحين مهم انا را كيف ماشتور اني نسيت سافي هنا يمشي مشكل سافي غادين دير جوش بيضات المهم كيف ما قلت لكم بعد ما تخلطوا الزبدة مع السكار وديروا الزيت غاد ديروا جوش بيضات تخدموهم وعاد ضيفون انك هادي الليمون ولا الحامض اللي بغيتو وجوش كيسان ديال الكوك يكون ميتدم انا غنحاول نخلي لكم ان شاء الله المقادر مكتوبة ماشي ما كان بغيش نكتب ليكم المقادر والله العادم ورب يشاهد عليك ان نطلق الفيديو وكان كون مضغوطة ما كيبقاش لي الوقت باش نكتبهم وكان قول زعمارة الفيديو واضحة في المقادر كل شي واضح في الفيديو زعمارة تفرجتي في الفيديو رغتشوف المقادر واضحة والمهم مشي مشكلة ان شاء الله غنكتبهم ليكم نضيف الدقيقة لبنات بالتدريج هنا انا عبر 500 جرام ديال الدقيق نضيف الخميرة ونضيف خمارات ديال حلوة خمارات البنات باش يساعدوها انها تشقق وتجي مشقعة مزيان كتديروه جوج خمارات وبالنسبة للدقيقة البنات انا عبر 500 جرام ولكن ما غنضيرهاش كاملة الدقيق دي ما حسب الخاليط عينكم ميزانكم انا رك انا عبر معاكم بالكاس باش نعطيكم حتى الكيسان هاكاية ومن الافضل تعبروها كي يحطو احداكم وحد خمسمية جرام ديال الدقيق وبقى وضيفو شوية بشوية وانتو ما كتشوفو خاص الخاليط ما يكونش هكا سايح كي تلصق في اليد وما يكونش قاسح تلا بغينا نشكلوه غريجينا تشكيل ديالو هكا قاسح بتجي الحلوة زوينا وكتجي حتى خفيفة لان الدقيق الي كترتوه ركيق الصح الحلوة الي جاتكم الحلوة قاسحة اعرفوها ركترتو لها الدقيق ويلا ساحت لكم في الفررن عندما دخلتو الفررن وساحت بحل دابت ها ديكرة ها خليتوها خفيفة ما كترتوش لها الدقيق يعني دي ما الدقيق خاص يكون ماشي كتير وماشي قليل بزاف باش تجيكم الحلوة زوينا ان شاء الله صاف هنا يكن قنضيف الدقيقية شوية بشوية وانا كان جمع غيب الصبع ديالي يدين حاولو ما تدلكوش نهائيا فضل مرحلة اه كدلكو غير الزبدة في اللوول كدتخدموها مع السكار والزيت والبيض من بعد مني كتبتوها البنات ضيفو الدقيق فقديرو غيب الصبع ديالي يدين كيف ما كتشوفو صاف هنا يكن حيضو كل الخالط اللي بقى اللاسقلية في يدي صاف هنا وكن نجمعوه بجوش ديالي يدين وحاولو البنات بقوا تضيفو الدقيق غير شوية بشوية باش ما تغلبوش الدقيق او تقليكم كيف ما كتشوفو العجينة انا ربقت عندي خفيفة مجموعة ولكن خفيفة بحال تقريبا الصابلي صاف هنا يرى نس كيلو مدرتوش كامل تقريبا ربعمية جرام ديال دقيق ربعات الكيسان هاكا كلي هزتيا مهم نس كيلو راهما كتديروش كامل كتبقوا تضيفو عليه حسب نوعية دقيق حيث كين واحد دقيق غادي يتشرب يعني ما غيهش ليكم بزيف كيلي غيهز بزيف مهم تقريبا ربعمية ربعمية وخمسين جرام لي غيهز ليكم سوف نديرها كينكوور هاد الحليوات هادو هنا يقن ديرها الكيميه ديال الخالد كامل كن نديرها كعليش كالكويرات بالقياس لي بغيتو كيلي كيبغي غريبة الحجم ديالها كبير كيلي كيبغي غريبة هكا صغيرة وما انا درتها بين وبين كتشكلوها كا كويرات بالقياس لي بغيتو تقدروا تدير في 11 جرام 9 جرام ولا كتر بالنسبة لي كيبغيها كبيرة وهي لبنات بالخصوص غريبة التي تشقق يعني ليك خاصة كنديرو لعليها العافية في الوجه ديالة من الفوق هو اللول حتى كتشقق قعد كان طيبوها من تحت هادك صراحة انا كان فضل ان الحجم ديالة يكون كبير شوية باش تالحلوة كتعطيها فين تشقق لكن صغيرا ما كيجيش كل ديالة زوين باش هكا كتشقق وكيبان حتى دك تشقق فيها فهاد غريبة هادي ولا هاد الحليوة هادي دوازتي بالكوك كان طيبو لها الوجه ديالة من الفوق هو اللول حتى كتشقق لنا غير الدهب ما خصتش تحمر غير الدهب ومن بعد عاد كان هبطوها يتحمر لها لتحس ديالة سافي هنية البنات خديد زلافة فيها مظهر وطبي يصير ديال الكوك كيف ما قدلكم الكوك يكون نوعية جيدة باش تجيكم الحلوة زوينة كان دوازو هادي الكويرا في المظهر وكان عاودو ندوازوه في الكوك هنية كيف ماشتو الابنة كان دواز الكويرا في مظهر والكوك كنحاول نضغط عليها كشوية بسطبع ديالي يدي بحلاغي كنقسها لتساعده انها تشقق سافي بهذا الشكل هذا طريقة سهلة لبنات وليما كيبغيش مظهر او مثلا يقدر يدير المعادي ومانا صراحة يعجبني نسمة المظهر وكتع تحتها بالخص انا ادرت فيها النكهة الليمون نكهة البرتوقال وكتواتى المدق ديالها كيتواتى مع المظهر سافي كيف ماشته لبنات طريقة رباينة ندوز الكويرات كاملين نديرهم في المظهر ومن بعد ندوزهم في الكوك نضغط عليهم دغطة خفيفة ونضعهم في الطاوى ونكمل حتى نكمل الكويرات كيف ماشته لبنات تبارك الله هزت لي طاوى كبيرة وراغير نصرها بعد زبدة كيف ماشته هنا ندخل الفران لبنات تشقق من الفوق حتى تشقق عادة كيف نحبطوها التحمر من التحت ونخرجوها هنا هي البنات بعد ما خرجناها من الفران تبارك الله شوفوا تشقق والحليوه غير مذهبة أنا أخوي الطاوى هنا لأن الطاوى الاخرى كنت تدرت فيها الحلوه التانية ومانا كملت معكم هذه الحلوه كاملة احتكملتها عدست معكم شكل ثاني أنا فاش كنت شكلتها وضخلتها للفران استخلطت الحلوه التانية فمن اللي خرجتها اخويتها هنا في الطاوى هادي باش الطاوى الاخرى عمرتها بشكل ثاني سوف نشارك معكم سوف نستفل الحلوه كاملة في البواطا كيف ماشته تجي غريبة بالكوكزوين الملات كتجي مشقة وكيجي في واحد المادة قزوين سوف نتعجبكم وهنا هادي الحلوه هادي البنات ما فيها الزفدة نهائيا كنديرو فيها جوج بيضات يكونوا هكاية بحجم كبير غنزيدو عليهم كاس دياس كارسانيدا ادفعون بالكاس دياس العنبه او لك اقبار به انا سوف ننفذ كاس ونص تقدروا البنات اللي ما تبغيش البغيش بشكل ثاني مهم المقادر دياال الحلوه فيها كاس ونص بتاوما تقدروا تديرو غير كاس واحد اللي ما بغيش الحلوه بزجر ساشي ديالالفاني قبيصة ديالالملحة قريبا واحدHello رص ديالالنص معي القصغيرة وهنا سوف نخليها كحداية في اللول هنخدمووه البيض مجينا أو زيالالفاني و تسقطor في بحض الى الّناس جميع حيث ينزل نضيف المصاق نسخة نصف و نضيف المصاق الذي تتعرض بها النزل حتى نضيف المصاق بذلك و نضيف المصاق نضيف وحش يوغورث الحجم هذا هو السر الحلوة يجب ماداق تلفاني و هذا الضانون البنت يجب ماداق جيد و خفيفة و جيدة سوف نسمى 1 صاشي فلون كاراميل و سوف نضيف 1 صاشي لبنت نيدو و يكون عمر المزيان لحليب المجفف و سوف نضيف 3 علقات كبار مايزينا سوف نضيف حلوة خفيفة و سوف نضيف قوام جيدة سوف نضيف قوام جيدة و سوف نضيف ماداق في ماداق و ندو وهو ماداق جيدة لذلك المنزل لكamic طبق و سوف نضيف حلوة الضانون فاني و سوف ننخدم ماداق جيدة سوف نضيف بسكم و سوف نضيف البنج نضيف حلوة جديدة استخدام التضيف بالتدريج تفضل بحيات عبارة تجعل المجانات و إضافة تضيف المجانات تقريبا تجعل المجانات لنضيف خمارات الجميلة نضيف خمارات الجميلة نضيف خليط خليط نضيف الضيجة نضيف الضيجة نضيف الضيجة لا تكترون الضيجة الخليط خفيف والسلطة نضيف الضيجة نضيف الضيجة السلطة نضيف الضيجة تشكيل كمية تشكيل كمية و بالنسبة للتمن يبيع البنات الحليوة هذا فكي يكون ما بين ستين سبعين درهم بعد ما اشكلتهم كامل سندخلهم من الفران سخون على عفية غير من التحت تتحمرون من التحت و خرجتهم البنات تدهبوا من وجه ديالهم هنا يا البنات ما صورت اللقطة اللي كنت كندهن فيها العسل من اللي كتتخرجوا من الفران كيددهبوا كتتاخدوا واحد البنسو و واحد الشيطة كتدهنوا الوجه ديال الحليوة بالعسل و كتدوزوها في كوكا و مهرمش تزين ديالها البنات رح ساهل وبسيط و تقدروا تزينوها بطريقة اللي بغيتو كيفما كتلكم انا ردهنت لها الوجه ديالها بالعسل و دوزتها في كوكا و مهرمش و محمر كوكا و هاكا عادي كتتتحمرو شوية و تدوزو في الهاشواري تهرمش و تزينو بي و من بعد درت واحد البلاستيكا فيها الشوكولات بيض دايب و كندوزع للوجه ديالها كخطيطات ديال شوكولات بيض بما انا هدا و درت لها و تقدروا تزينوها بطريقة اللي بغيتو بما اتزين كي يجيب بنين حتى كي تواته مع المادق ديال الحليوة هاد كوكا و محمر و شوكولات كي تواته معها و صفيا البنات هدا هو شكل ديال الحليوة ديالي انا كنت وجدتهم طالبية الصديقة ديالي هاد الحلوة البنات و هاد غريبة ديال الكوكا را ما كتتعطيش كمية كتيرة تقريبا كيلو هاكايا كتعطيكم لان فيها غير مية و خمس و عشرين جرام ديال زبدة غير نصف ديال لما قادر اللي فيها و بالنسبة لها ديال كوكا و الشوكولات را كتعطي حتى الكيلو و نصف و كيف ما قلت لكم اتمينة را تبيعوها بستين سبعين درم هدا هو الاتمنة ديالها كنت منو ان شاء الله اقتراح ديال يومين الاعجاب ديالكم و تجربوا هاد الحليوات و ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم تعاليق زوين المشجعة و ببرتاجي و الفيديوات ديالي مع الاصديقاء و مع العائلة باش تعمل فائدة و تشجعوا المحتوى ديال القناة و غنقول لكم اسلام عليكم خليت لكم الراحة اطلقوا فيديو جديد ان شاء الله